وتنضم إلينا من القدس مراسلتنا كريستين ريناوي كريستين كيف يتفاعل ملف حقل كاريش والمفاوضات الحدودية البحرية بين إسرائيل ولبنان تطورات هام حامد على صعيد هذا الملف بعد البلاغ الذي تسلمه مسؤولون إسرائيليون سياسيون وأمنيون بعدم إمكانية أن يبدأ استخراج الغاز في هذا الشهر الجاري وأنه سوف يرجع إلى عمليا الشهر المقبل في منتصفه أو نهايته التفاعل يبدأ من التصريحات الإسرائيلية التي كان أولها صادرة عن وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي قالت أنه لا علاقة ما بين هذا التأجيل وما بين المفاوضات المستمرة خاصة مع وصول الوسيط الأمريكي في هذا الملف إلى المنطقة واستهلال زيارته هذه إلى إسرائيل حيث وصف المسؤولون الإسرائيليون أن هذه الزيارة هي حاسمة وأنها مهمة جدا حتى أنهم وصفوا أن الخلافات ليست جوهرية وأنها صغيرة ويمكن أن تنتهي التعويل هنا على هذه الزيارة والتأكيد الإسرائيلي والتفاعل يقضي بعدم الربط ما بين التأجيل وما بين الزيارة والمفاوضات المستمرة وإنما التأكيد على أن الموضوع هو فني وأن المنصة عمليا استقدمت في منصة كريش وبدأ عمل هذه الشركة الشركة نيرجن بدأت في شهر يوليو الماضي وعمليا منذ ذلك الوقت بدأ وصلها بأنابيب الغاز ومن ثم في حال لو استكملت عملها سوف يكون هناك خلل تقني وسوف تصطدم بخلل ميداني وبالتالي لا يمكن البدء بعمل وتشغيل وتفعيل هذه المنصة نعم كريستين على ماذا تبني إسرائيل تفاؤلها بخصوص هذه الجولة للمبعوث الأمريكي واضح أن التفاؤل يأتي إن صحى التعبير أنه تفاؤل ولكن هو تأكيد على الدور الأمريكي الهام في هذا الملف خاصة وأن عمليا هناك صراع وتبادل للتصرحات الإعلامية ما بين إسرائيل ولبنان إسرائيل أصلا هددت أنها سوف تبدأ باستخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق هذا ما أثار لبنان والتي صرحت أنه لا يمكن لإسرائيل البدء باستخراج الغاز بدون عمليا وجود اتفاق هذا الإرجاء الذي هو إجراء فني صادر عن شركة متخصصة في هذا المجال وهذا الحقل عمليا سوف يبدد التوتر ولكن التصريحات بحسب الصحف العبرية هي أن هذه زيارة مهمة من أجل استكمال المفاوضات وأن الخلافات ليست جوهرية كريستينا ريناوي كنت معنا من القدس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر